وإذ قال إبراهيم رب ألي كيف تحيي المرطى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك هم جعل علاكم لجبل منهن جزءا جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلد مئة حبا والله يضاعف لمن يشاء والله وازع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا ينبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدبع هذا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسهوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم